عمر كواليس ما حدث في النادي الألمة بعد المباراة في تغيرات هتحصل في الجهاز الفني هل في تغيرات هتحصل في اللاعبين هل في إضافات هتحصل في الفتر حاليا الوضع حاليا في النادي الألمة نبصه طبيعا مع أي خسارة كريم الناس يبدأ تتكلم على يعني بيضعوا على كبش الفدى فالساعات اللي فاتت كان على الكابتن سامي أمصان والكابتن يعني يبقى فيه مدير كورة موجود في الفرق الفترة الجاية خلينا أقول لك المعلومة مؤقتة مش هبقى فيه أي تاخيرات خالص جوه النادي الأهل للفترة الجاية الهزيمة خلاص يعني ملفه اتقفل كابتن محمول خطيب بتواصل مع الجهاز الفني والكابتن سامي أمصان ومواصل الكورة هيبقى فيه استقرار تاهم الفترة الجاية عشان التركيز على مطش السوبر فكرة أن كابتن سامي أمصان يمشي أو أن يبقى فيه بعض التعديلات أو يضيف بعض الإضافات على الجهاز الفني دي مش مضوعة في الوقت الحالي يعني لو هيبقى فيه تعديل وده يعني احتمال ضعيف جدا لو فيه تعديل حيبقى كابتن محمد رمضان يدخل مضيف كورة ده احتمال ضعيف جدا لكن لحد اللحظة اللي بكلامك فيها كابتن سامي أمصان مكمل زي ما هو في منصبه مضيف كورة ومضاعب عام ده كان ما بسعدش الأساسيات دي بس مضطر أولا فيه عنوان قريته النهاردة عنوان ممكن يتكتف مثلا في التسعينات بصراحة يعني يطلب تقريف ياريد بقى العنوان كان الكابتن محمود الخطيب يجدد الثقة في مرس الكورش وانا بقول ليه في التسعينات مش بسخر من اللي كتب العنوان ده بس دلوقتي بقى فيه عقود صحيح وراجل نجح جدا وفيه تفاصيل كتيرة فكسة انه مطش يخسره فهيمشي وده كمان ما بيحصلش في المدين والدجة خلا بالك معلومة يعني يعني الدنيا جوه النهاري لأهلي مش احسن حاجة بعد الخسارة والناس زعلانة كل حاجة لكن بالاخر ما بيتعاملوا معا انها بطولة مش عايز اقول بطولة شرفية ولكن بطولة وانتحت خلص نادي لأهلي خسارة